انا طريقة من 96 , 96.. 96.. بكل اللي خدمت معه الآزوز من الناس سعيد ناجي , نعمش معه و سليم الرياحي . و يوسف العلم. و يتحقق معه و يوثف العلم. و يتحقق ملكه ريش اللوم بالذات و لا أستعان ذلك بك كيف ؟ ريش اللوم بالذات و لا أستعمل بك لأنه مع الأسف كنت موجود في الفترة السيئة عبد السلام اليونسي فتقريبا كنت وليت أعد من الوجوه التي لا يرغب الجمهور في وجودها أنا أرجونا الموضوع ذلك الفاليد عباس الأسبالي فات كان بحضرين على سبري جاب اللي حكي عن الموضوع عن تلك الكلفات الشهير الراب الخميسي كنت حاضر عليها أنت وقتها كنت حاضر عليها أنا ومن الحاجات ربما ما يعرفها الجمهور نادي الأفريقي أنا وقتها مع فاليد عباس كنت كاتب عام مساعد وكان سي كمال غطاس كاتب عام وكتب وقتها سي كمال أرتيكل لأنه هو في الصحفي هو سي كمال وجهه للتحية كتب أرتيكل في الابريس فتمت معاقبته من طرف الجامعة فطلعت أنا كاتب عام لأنه هو معاش عنده الحق يكون كاتب عام كنت موجود في الاضرابة ذاكة وبالرغم معانتها صغير أنا وقتها واحدة ما كنت ضد القرارات اللي اخداهم سي فاريد عباس أنا وقتها ماذا مصير بقى صحيح على حكاية المتعة تدليس سي فاريد عباس قال تبري جاب الله اختلق وراق وراه من الجمهور أنا أنا ببورات رونات ما شفتش لاوريق ما شفتش أما اللي نعرفو أنه صارت محاذثة قدامي أنه معانتها لوقتها سي فاريد عالموه بالاضراب علموه بالاضراب فتنرفز وقال لهم وقت يجاه وكان متغشش معانتها كيفاش الملعبية ما دخلوش وقتها ثم شكون كلموا قالوا سي فاريد رأوا وقتها سيقيس كان ذكرني ربي هو لله بالفوتبول وقتها الله بالفوتبول هو المسؤول على الفوتبول سيقيس عزوز كان صدقني ربي كلموا قالوا رأوا الملعبية رفضين أنهم يدخلوا جاء فاريد عباس وكان منرفز برشا وهو قالوا رأوا يحبوا على فلوسهم وحاذثة صارت قدامي قالوا يحبوا على فلوسهم قالوا تو يأخذوا فلوسهم معانتها وقتها في الديسكيسيون ثم اعتراف اللي هما ممش خالصين ومبعد أنا سمعت لها وتسعمائة ألفها وربعمائة ألف قعدت بيت فمعانتها الحقيقة معانتها أنا سمعت بوذني اللي هما ممش خالصين وقتها حتى كيحكينا قلتوا لهم يفوفار معانتها انتينان دانتانت فمت فاريد شوف سي فاريد عباس عنده حاجة معانتها بتاترباهية فيه هي الشدة معانتها كان صارم فمت وذي مطلوبة رأوا في التسير فوقتها قلت لك أنا بصرف النظر لأنه في ريونيون بيرو قالك بصرف النظر على المبالغ المالية على قداش يسالوا الاضراب بالنسبة لي أنا غير قابل لما عندها أنه يكون مقبول حتى لو كان تسالني عشرين مليار دكار دون كان القرار أنهم يتعدوا على مجلسة ديب وكان حازم جدا في الحكاية ذي خسرتهم نكلوا بوقت الملعبية خمسة دوقهم أنا جو غيمين ويتلقى حل ودي وقتها خطر ملعبية عندهم الفلور متاحهم وعندهم تأثيرهم وصيغته ما حبيتش أنه معانتها مسيرتهم تتلوث بحاجة معانتها فيها معانتها فيها نصيب من الحق معانتها يحبوا على فلوسهم أخي بالفترة متاعك مع جمال العطروس ومع عبد السلام اليونسي كنت نعتقد أنها مع جمال العطروس لكن طوانا متأكد لها مع عبد السلام اليونسي بدلت رأيك بدلت رأيك خطر وقت لغافي كان بودوركول وتشوف شنو أصار لك ونتي شنو أعملت تبدل رأيك برشة اتهامات لفقدتك وقت جمال العطروس تهموك حتى بالسامسرة ايو اتهامات مضحكة جدا معانتها متعرف في تونس خرج إشاعة وخليها تتعدد ونصدقها وقتها مع جمال العطروس كانت مشكلتي ثم معانتها اختلافي وجهات النظر في التسير وقتها ثم برشة ملفات تعاركنا فيهم وصار فيهم خلاف أنا ورئيس النادي سي جمال ربيش فيه لقيت روحي واحدة في مواجهة شلة كاملة معانتها سي جمال ومعاه مجموعة كانوا ضدي ماذا علاقتك بوجدي الجباري وعبد القادرخشيش؟ وجدي الجباري عندي بها علاقة بعض الشاعر عبد القادرخشيش للتاريخة وعمري ما قتلوا عسلامة كان يجي قدامي طوما نعرفوه لماذا تربط اسمك بهم وبالسامس رفزو؟ هذا ما قلت لك بالنسبة لوجدي الجباري وجدي الجباري وكيل العمال متاعه مكرم أكثر من خوية والتحون تبعا والقضايا متاع عائلته عندي أنا قضايا متاع عملاك فهو علاقتي به خارج نادي الأفريقي فهو وكيل العمال وقت لما وقعش خلاصه وقتها وجدي الجباري الشاك رجع عن بي فطلب مني مكرم قالي بربي يكلم سي جمال أنا كنت أعطي الرجل حقه ما عندها فهمت بعد أنا سافرت وقتها نذكر مشيت للعمرة هزيت الوالدة للعمرة أنا وزوجتي والدي رجعت نلقى كمال صمصر في وجدي الجباري أخذها 40 ألف دينار وعبد القادر خشاش وعبد القادر مقابلته الجملة وقتها الملفات الزوز هذوما وهو يسمع فيه ينجم يكلمني معناتها ويحاججني لا هي باهم الكاتب العام سي منوبي مش منوبي سمحني سأب زيد العبد الوصائي وقتها لا 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 أعطيه نعطيك الاسم شكرا قال لي يقولوا 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 تابع باجة أعيش أنت اسمك بالذات ربعت به هني قلت لك على خطر أنا وقتها قلت لك على خطر أنا وقتها صاحبي مكرم صاحبي برشة وزيد أنا كن ضد توجهات النادي كن ضد توجهات وقت التسير طريقة التسير بتاع جمال العتروس معطي الدخلي وقتها لهي بهم الكاتب العام سي معطي الدخلي هو الالهي بالملفات ومعطي الدخلي ينجم يجي ويجهد أنا أنا وجدي جباري ملف وجدي جباري دعان الوقت بش نحكي عن ديتيج وجدي جباري جبناه من سيابي ووقتها كلمني أنا معطها جيت الاجتماعات كانوا في بير جمال العتروس ما كانوش في بير في الهيئة في البارك تعديت نلقى نلقى وجدي جباري ومعاها مكرم ومعاها عمو ونلقى معطي ونلقى سي جمال العتروس نلقى مراد حمزة ونلقى سي مهدي بن غربي ربي فرج عليه رئيس النادي البنزارتي ومعاها كان صدقني ربي المدير الفني الورتين قاعدت نسهل قاعدت نسهل أنا غير معني بالأمر يا أخي وقتها اكتشفت اللي اللي وقتها جمال العتروس بش يعطي الملاعبي متاعنا نور حاضرية للسيابي كي قريت الكنترات طبيعي تعرف انت صحفي تجبدك كل محاجة عند علاقة بالصحفي أنا محامي يجبدني القانون كي قريت الواحد قط له قط له اختير ياسر شنو هذا قط له قط له هذا معانتها كنت ضد العقد على خاطر وقتها قط له اعارة نور حاضرية كي نعطيه فلوس للسيابي ونعطيه نور حاضرية عارة وكي يتباع في الفترة ذي كسيابي تاخد 50% قط له أنا مش معقول راولدنا شنو نقسم معهم الفلوس انا كنت ضدها مثلا توزل زولي في بيتيس اشترع عقده عند برشالون شوف انا وقتها جيتي كونتر تنجمت نيجوسي معانتها فمت برشالون عارفت نيجوسي انتي تنيجوسي نور حاضرية وقتها وملاعب كبير برشا وانتي ومار كنزاري حاب ياخذ وخاتر رانيه في ليجون ويعرف الفلوس متاع الطفل انا جيتي كونتر قط له راو مش معقولة ذايش نو سيابي فاتنا تنبزنا معانتها بلغتنا تنبزنا ونتذكر وقتها جمال عطروس قاليش دخلك وما تدخلش في امور ما تعنيك وانتي رئيس لجنة تنظيم استكفى بروحك في لجنة تنظيم قط له له قط له هذي الكلوب افريقاء ما هيش لجنة تنظيم انا راني نتكلم عن نديل افريقي تعاركنا بانسير تعاركنا ووجدي الجباري موجود ووقتها بعد مشيت على روحي فهمت خروجك كم طريقة سيئة من كل مبور وقتها خروجي وقتها وقتها بعث لي جمال العطروس بعث لي جلال همامي قال لي راو في جمال يحب ينحيك من لجنة تنظيم ويش يحطك مستشار متاعه قط له انا لا قط له مستشار عبداليس بن ذيان قط له مستشار قط له ربي معك وقع استدعائي في حنبع كي وقع استدعائي في حنبع نلقى جلال قط له بهدتنا مع انت الموذيع مقتل صحافي جي باي ميساة منه وفهمت جاب معي جلال قط له على الججي انت قال لي ما نحكي عن كلوب افريقاء في وصل البلاتو وتوجه لي لي توجه لي لي انا باتهامات فانا رديت الفعل مع انت وقتها فهمت ذيك عليش وقتها الجمهور لنا بابريسي اما انا فوجئت وقتها فهمت رديت الفعل فتر سيد ولا يمس في انا في شخصي فهمت رديت الفعل فقط مع انت هذا هو فهمت و بعد اخرجته مع واتش عملت حتى ديكلاراسيان عن الموضوع المسؤول هذا جاي لها مامي مع مسؤول اخر هل لي مش كان هو يحبوا يخرجوك وقتها بكل يوم هاي وقت هالشي عموا هنا نرجعلك عليش اكتشفتنا اللعبا بعد اكتشفت الحكاية بعد لانه ثم صحافي خرج الخبر الصحافي اذاكي خرج الخبر امشيتش كيت بيهن صبيت بيش كاي جزائي صبيت بيش كاي جزائي لانه هو اللي خرج الخبر صبيت بيش كاي جزائي كاي جينا قدام النيابة العمومية في تونس وقتها وصارت مكافحة بيناتنا قال لي مات لنا رو مات لنا مات لنا رو مات لنا رو مات لنا مثال نتحفظ عليه خلي ربي عاون وصاحبي هو برشة كاي جزائي قال لي رو مجبتهش من راسي قال لي رو فلان لفلاني هو اللي يعطاني المعلوم دخت انا معانتها المسؤولة ذايا معانت عطا قعدنا ثمانية سين منكلموش مع بعضنا معانتها وقتها هي هشام الذيب وهو قال هشام الذيب وهشام نكرر قال لي ما قلت هلوش قال لي مانيشان وما عندي حتى علاقة بالموضوع قعدنا قريب ثمانية سين منكلموش مع بعضنا وشام رجعنا دميل دوز دميل تريز خليت فلو الضالي وقتها في الكليب والله يجا نقول لك موضوع الفلوز محبش نحكي عليه خاطر ديما كل من تعدى كنا نحط كرني ونبدأ نحسب ديما نخلي ما عنديش مزيح وقتها مبلغ ماليهم ملغ الجمهور وقتها اللي دا يلينا عليك معناها يسبو فيك خلين نقولوها ما فهم حقاك محبش خليل عباد تعرف وقتها جمل عطروس اللي تيام باند عجان ما عندوش فلوس ووقتها انا بديت في البني انا ومدام ونافت ان كنت كما نحطو فيه الفلوس ووقتها هو اللي دفت ايوار ابسوليمند العجان بشي خلص ظهر اللي اللي يرحمو وسيم بن يحي ووقتها مشيت جبت قريب 100 ميل دينار معانتها ومخذتهم مش اليوم مش اعلا تدفع فلوس مش اوار اروحهم وقتها كهو وصل فمش ميثبت ولا حال حتى مش حكيه تثبت معانتها انا مراش روحي معانتها ماشي نشكي نحب نسترجع فلوس من الكلوب مش اوو وصلوني ذيكا في مشكلة كبيرة مع المدام شكيت بيك المدام في هاليوار لا مش كيت بيها اي قدمت قضية معتها تحب طلق فضيل عباطها لك على اخرت للكلوب ما عارفة تهبالي بالكلوب معتها قاتلي عمري ما كنت سخايبك مهبول هك فمدام